الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد السلام عليكم ورحمة الله إقالة الشيخ سعود الشريم إمام الحرم المكي بعد أكثر من 32 سنة من إمامة الحرم تتم استقالة بن قسين إقالة الشيخ سعود الشريم يا ترى إيه السبب إيه الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إقالة وأنا يعني مصمم على كلمة إقالة وهقول لكم دلوقتي ووريكم الدليل الواضح لسبب إقالة إمام الحرم المكي طبعا كلنا عارفين إن الأئمة والخطباء في المملكة السعودية مفيش أي خطيب بيطلع يخطب إلا ومعه ورأه بيخطب منها من يتجاوز الخطوط الحمراء بيتم اعتقاله من يتجاوز الخطوط الحمراء إذا كان يعني له رصيد تتم إقالته يقولوله اتفضل أدم الاستقالة بتاعتك إقالة الشيخ سعود الشريم بتبين لنا مثال واضح جدا نموذج لرعب السعود من ظهور الإمام المهدي ممكن واحد يسألنا يقول لنا هو كل حاجة تدخله الإمام المهدي وعلامات الساعة ده موضوع طبيعي والإقالة تمت بصورة طبيعية أجاوب عليك وأقول لك ما حصلش الإقالة أو الاستقالة تمت بصورة وغير طبيعية لأسباب علشان خاطر توجهات الشيخ سعود الشريم الرجل الذي نشأ وتربى على يد المشايخ القدامى اللي الفكر الجديد الآن بتاع السعود ضد أفكارهم زي أفكار ابن العسيمين وبنباز مع حفظ جميع الألقاب والشيوخ القدامى الشيخ الشريم من ريحة هؤلاء ولذلك تمت إقالته ولكن يبقى السؤال لماذا تم الإطاحة بالشيخ سعود الشريم بعد 32 سنة من إمامة الحرم المكي شوف معايا هذا الدليل الواضح اللي بيبين لنا رعب آل سعود من ظهور الإمام المهدي ومن أي علامة من علامات آخر الزمان النهية المقالة اللي بتظهر أصدنا وإحنا شايفينها مع بعض وأحاول أننا وأنا بتكلم معاكم أكبر الصورة إمام الحرم المكي يعلن ظهور علامات ظهور المهدي الله أكبر عرفت بقى أنا جايب لك الدليلة هو المقالة هي موجودة وجايبها لك الشيخ سعود الشريم بيعلن ظهور علامات ظهور الإمام المهدي اقرأ المقالة طبعا المقدمة أخف الله سبحانه وتعالى ميعاد يوم القيامة عن جميع الخلق الكلام دوة إحنا عارفينه والتي ظهر عدد كبير منها بالفعل العلامات الصغرى ومنها علامات كبرى منها خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وظهور المهدي وظهور الدجال وعدد آخر من العلامات في هذا السياق ركز على الحتة اللي جاية دي حتى تفهم سبب الإقالة الحقيقي قام إمام الحرم المكي الشيخ سعود الشريم بالإعلان عن ظهور علامة جديدة من علامات يوم القيامة في المملكة وقام بتفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ورضا في هذه العلامة وننقل حضراتكم هذه علامة حتى نتطعز حيث هطلت في الأشهر الماضية السلوج على المناطق العربية السعودية وهي علامة من علامات يوم القيامة التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الشريم في تغريدات له يعني شوف كمان لتغريدات يعني مش خطب قال الجزيرة العربية ستعود فيها المروج والأنهار وعنه أيضا يعني نقلا عن الشيخ الشريم أيضا يوشك يا معاز إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا قد ملأ جنانا وفسر الشيخ الشريم العلامة في تغريدة أخرى الراجل لي إيه لي تغريداته قال فسبحان الله هذه العلامة من دلائل النبوة ومن علامات يوم القيامة الصغرى ومن ناحية أخرى فإن السلوج التي غطت صحراء السعودية من الظواهر النادرة التي حدثت في السعودية وننقل لكم هذه الصورة التي تظهر سقوط السلوج تستغرب من اللي انت شفته ده احنا بنجيب لك أدلة واضحة جدا بتؤكد ليك إن هؤلاء مرعوبون من ظهور المهدي أي علامة من علامات آخر الزمان ومنها عودة أرض العرب مروج وأنهار هم في حالة رعب ويعلموا جيدا الكل عارف الأئمة بالعلماء عندهم حتى العلماء اللي سكتين اللي مش بيتكلموا عارفين إن الإمام المهدي بات ظهوره قريبا وعارفين إن احنا في آخر الزمان ليه؟ لأن هما شايفين بعنيهم العلامات استحالة الناس العلماء اللي قاعدوا طول عمرهم يتكلموا في الدين وفي علامات الساعة مش عارفين يميزوا إن احنا في آخر الزمان وأن المروج والأنهار والسلوج وكل هذه الأمور تحدث فصعب جدا يكون هؤلاء يعني مش عارفين أو فعلا زي ما بيوهموكم إن هما مش عارفين إن إحنا في آخر الزمان وأن الأمر قد اقترب فهذا الرجل الذي يتكلم في وقت صمت فيه الكثير بيبين لنا بوضوح الأجواء اللي إحنا بنعيشها افرحوا وأبشروا لأن مهما كانت هذه الأجواء في ظاهرها أجواء سوداء وقاتمة فاعلم أن ظهور الإمام المهدي له خصائص وله أجواء معينة هي دي الأجواء لو إحنا في أيام عدل لو إحنا في أيام في إكرام لأهل الدين وللعلماء ورفع المكانة أهل العلم يبقى لسه بدري على الإمام المهدي ولكن العكس إحنا في أيام فيها جور وفيها ظلم وملئت الأرض ظلما وجورا وأي واحد عنده نظر وعايش بس في وسطنا هيفهم ويعرف إن إحنا في آخر الزمان وإن الأرض امتلقت ظلما وجورا وإن القوانين أصبحت قوانين كلها ظالمة مقننة بتخدم الظلم وبتخدم على الظالمين والطغاء وهي دي الأراحل الحاسمة الأنفاس الأخيرة للحكم الجبري كل ما يبتدوا يشدوا على الناس كل ما يبتدي معدل الظلم يكون بلغا منتهى فاعلم في ذلك الوقت أن العلامات تقترب وخلاص بنشوف نهاية الحكم الجبري وصاد عينينا ومحدش يقدر إن هو يجادل في هذا الأمر ليه؟ لأن ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حبيت إن أنا ألقي بإطلالة سريعة وأقول لكم السبب الحقيقي لإقالة الشيخ الشريم عشان محدش يطلع عليك يضحك عليك ويقول لك دي استقالة أكبروه أن يستقيل ليه؟ لأنه تكلم عن علامات الساعة وقرب ظهور الإمام المهدي بارك الله فيكم أيها الأحباب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته